الطفليات يمكن العثور عليها فأشكال مختلفة وتزدهر فجميع أجهزة الجسم تقريبا خاصة داخل الأمعاء البشرية بعضها يتغذى على خلايا الدم الحمراء ويمكن أن يسبب فقر الدم فالجسم فحين أن لآخر تأكل طعامك ويمكن أن تجعلك جائعا فكل وقت وأوضحت آخر إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية أن العدوى الطفليتها مشكلة شائعة تؤثر على أكثر من 3.5 مليار شخص حول العالم فالطفيلة هو كائن حيعيش ويتغذى على كائنات أخرى فإنه يستخدم المواد الغذائية من الجسم والتا بدورها تسبب ضررا للكائن الحاب أكمله وهناك عددا من الأعراض تشير إلى وجود طفليات بالجسم منها 1. مشاكل الجلد مثل الطفح الجلداء والقروح والإكزيمة وخلايا النحل وجفاف الجلد 2. الحالة النفسية والقلق بما فذلك القلق والاكتئاب والنسيان والعصبية والأرق وتقلب المزاج الانهاكة اللامبالات والتعب 3. مشاكل الحيض واحتباس الماء والمشاكل الإنجابية ومشاكل البروستات الكيس والأورام الليفية والتهابات المسالك البولية 4. الإسهال لأن الطفليات تميل إلى مهاجمة بطانة الأمعاء ممن يسبب مشاكل فالبطن بما فذلك الإسهال 5. فقر الدم 6. مشاكل العضلات بما فذلك آلام فالعضلات والمفاصل وتشنج العضلات وألم فالسرة واليدين والقدمين 7. اضطرابات النوم 8. مشاكل مع الوزن والشهية مثل فقدان الشهية أو زيادة الشهية والبدانة منذ فترة طويلة وعدم القدرة على فقدان أو اكتساب الوزن 9. متلازمة القولون العصبى وهو المؤشر الأكثر شيوعا من الطفيليات فالجسم التي تتعلق على بطانة الأمعاء ممن تسبب فالتهابها أما عن طرق القضاء على الطفيليات بالجسم 10. القضاء على السكر والمواد الغذائية المصنعة لأن الطفيليات تفضل السكر والمنتجات المشتقة من السكر يساعد القضاء على هذه الأطعمة من النظام الغذائي الخاص بك على تجويع الطفيليات وفانهاية المطاف تكون قادر على إزالتها 10. وايضا تناول المواد الغذائية والأعشاب التي تخلق بيئة معادية للطفيليات 11. فمن المستحسن تناول أطعمة مثل التوت والزنجبيل والبابايا والملفوف الخام وزيت جوز الهند وبذور الرمان التي تساعد على القضاء على الطفيليات 12. مع التأكد من وجود المزيد من الألياف فالنظام الغذاء الخاص بك حيث تكون لتا لديها القدرة على القضاء على الطفيليات من الجسم ومفيدة بشكل خاص فحالة الديدان 13. وتعد أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كان لديك الطفيليات فالجسم هو عن طريق الحصول على اختبار البراز من قبل الطبيب المختص 13. وترجمة نانسي قنقر